بكل مشاهدي أمبيسي مصر مجلس الشيوخ يمثل أحد غرفتي البرلمان وله أهمية كبيرة بالنسبة لتحقيق مطالب المواطن المصري من خلال إقرار العديد من المشروعات والقوانين بيسعدنا أن يكون لنا لقاء خاص مع سيادة النائبة في بي فوزي أول سيدة تتولى منصب وكيل مجلس الشيوخ هنتكلم معها عن التجربة دي وهنتطرق معها للعديد من الملفات أهلا بحكي معنا يا فندم شرفتينا على شاشة أمبيسي مصر أهلا وسهلا أهلا بحضرتك بنبارك لحضرتك على المنصب طبعا من خلال الانتخاب يعني كلمينا في البداية فندم عن انتخاب حضرتك وتوليكي لهذا المنصب بشكل عام حصول المرأة على مقعد الوكالة ده الحقيقة يعني مكتسب يضاف للمرأة المصرية عبر كفاحها ونضلها للحصول على مكتسباتها على مدار قرن من الزمان أو أكثر يحسب جدا هذا الحدث الجلل للقيادة السياسية فخمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي مهد الطريق وأصبح المناخ ملائم لمثل هذه المحظة القيادة السياسية أمنت بقدرات المرأة وضرورة تمكينها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا تمكين السياسي شفناه كلنا ممثل في الوزيرات والقاضيات والمحافظة وأخيرا وكيلة مجلس الشيوخ بركز قوي على أني حصلت على 199 صوت فإذا أصوات الرجال دعمتني ودي الحقيقة يعني شيء مشرف جدا أن الرجل آمن بقدرات المرأة وأنها سوف تنجح في المناصب الرفيعة إذا أعطيت لها الفرصة المرأة على مر العصور يعني كلنا بنقدرها وكلنا بنبجلها وبنقول أنها نصف المجتمع ورعاية النصف الآخر لكن الحقيقة الشعارات دي ما كانتش مفاعلة على الأرض والمرأة ما حصلتش على كل مكتسباتها إلا في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي آمن بأنها لما تاخد الفرصة هتنجح فالعملية فيها قدرة ورغبة قدرة المرأة دائما موجودة على أنها تنافس وأنها تحصل على المزيد من المكتسبات وأنها تنجح لكن مين يديها الفرصة رغبة القيادة السياسية في أن تفعيل نصف المجتمع ويمكن كل المجتمع لو نقول رعاية النصف الآخر فرغبة القيادة في تمكين المرأة ودايما الرئيس السيسي بيؤمن بتفعيل الفروة البشرية لمصر وبيؤمن بده زي ما هو بيؤمن جدا بتحديث البنية التحتية وبيؤمن جدا بمشروعات عملاقة ومدن والحقيقة آمن الرئيس أيضا بالإنسان المصري وما ينفعش أبدا دا يتم ونص المجتمع معطل هو دمج المرأة ومكّنها في المجتمع زي أيضا ما مكّن الشباب ومكّن زاوي الهمم هو آمنة ونأى المرأة وميّزها وأصبحت هي كمان فاعلة بهذه الثقة فشفناها في ثورتين يناير ويونيا وشفناها في الميادين صباقة دايما في كل الاستحقاقات الانتخابية فالحقيقة هي دائرة كلما نصق في المرأة تعطي أكتر ونصق فيها أكتر تعطي أكتر فالحدث دا حدث جلل أنا فخورة بيه جدا وسعيدة بيه مش لشخصي ولكن للمرأة المصرية كاكوت